لذلك أبدأ بي قول سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلوقه درجة الصائم القائم وعندي حاجات كده بسميها هدايا الإسلام للفقراء والمساكين حتى في القرآن سبحان الله العظيم بقول إن لازم يبقى عندك كراسة بقول إن لازم كل واحد منه يبقى له حال مع القرآن له حال مع الله مع القرآن في المصحف إن يفتح المصحف كده وعنده كراسة هو كاتب فيها أخوف آية في القرآن أجمل آية في القرآن آية هزت قلبي آية غيرت مجرى حياتي آية ضبطت فكرة عندي آية ويكتب وبعد سنة واثنين وتلاتة هيجي يلاقي آيات تانية وتالتة وربعة ويبقى عنده آيات هو محتاجها أحيانا تذكره بالله فبقول كده إن في آيات بسميها إيه هدايا الله للغلابة مثلا في قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فين الشاهد هنا الشاهد هنا أن الله سمى الذين يجتنبون الكبائر ويقعون ويقترفون اللمم سماهم أحسنوا دي بقى للايه للغلابة مش للناس عالي الهمم التقي النقي ده للغلبان اللي هو عنده غلطة نزوانانين كده بيكعبل فيهم كل يوم والتاني فربنا سمى أحسنوا تاني اسمها الآية وهاتي الشاهد فيها ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة مين الذين أحسنوا دول الذين يجتنبون كبائر الإذم والفواحش إلا اللمم سمهم أحسنوا إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وإن ربنا أشار وإحنا بنقول دايما 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 الناس مش زي بعض الروس بتتفاوت الناس مش أد بعض الناس ما أمات وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم كل واحد لما قاموا هم درجات عند الله فالخطاب مش للكل قلنا كده قبل كده المثال إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جالوا الأعرابي وقال له هصلي الخمسة وقال بس ورمضان ما فيش غيره أفلح وأبيه إن صادق دخل الجنة إن صادق ولكن سيدنا عبد الله بن عمر الرسول ما قاله هصلي الخمسة بس النعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يبقى في ناس نقول له لا لازم تقوم الليل وفي ناس طب بس انت صلي انت من لقضية خطيرة بارده